انزلاقات المتظاهرين بكتالونيا تخرج السلوطات المحلية عن صمتها لتبيان الحد الفاصل بين الحق في التعبير والتظاهر والأفعال التخريبية المجرمة قانوناً المظاهرات الجديدة التي خرجت في إقليم كتالونيا احتجاجاً على سجن مغني الرب والناشط السياسي بابلو هاسل والتي شارك فيها مئة الأشخاص في عاصمة الإقليم برشلونة بدأت سلمية لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال الشغب ومشاجرات واشتباكات مع الشرطة دفعت السلوطات في كتالونيا إلى الشجب وإدنة العنف والتخريب حكومة كتالونيا تدفع عن الحق في حرية التعبير والحق في التظاهر وعليه يتوجب علينا الامتناع عن متبعة المحتجين المتوجدين بالشارع لكن علينا التأكيد بأن سرقة المتاجر وإشعال النيران بالممتلكات العامة ليس من حرية التعبير ولا علاقة له بالحق في التظاهر ندعو إلى التهديئة والتحمل المسؤولية السياسية الاحتجاجات المحتملة مستقبلاً يجب أن تكون سلمية الحكومة الكتالونية تدعم بشكل كامل العاملين بالقطاعات العمومية الساهرة على أمننا الصحية وباقي القطاعات العامة لقد جندنا 17 ألفاً من أفراد الشرطة الكتالونية و10 ألف من الشرطة البلدية وهو أمر أساسي لضمان حقوق وحريات مواطن كتالونيا كشفت قوات الأمن عن حجم الخسائر التي خلفتها المظاهرات العنيفة التي تجددت في عدة مناطق من جهة كتالونيا حيث قام المشاركون في هذه الاحتجاجات حسب بيان الشرطة بأعمال تخريب وتكسير لواجهة المحلات التجارية مع أعمال نهب والسرقة المطالب ذاتها رفعت خلال هذه المظاهرات في الليلة السابعة على التوالي من الاحتجاجات ردد المتظاهرون مطلبهم الأساسي المتمثل في إطلاق سراح هاسل إلى جانب مطالب أخرى أعم وأشمل تهم الحريات الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير خرجت الاحتجاجات في مدن إسبانية عدة خلال الأيام القليلة الماضية رفعت ورددت خلالها شعارة عينها يأتي ذلك بعد اعتقال الناشط الكتالوني وسجنه إثر إدانته بإهانة مؤسسات الدولة والنظام الملكي الإسباني وتمجيد الإرهاب